موسيقى السيدة مالكة مقيدش مرأة حولت بيتها إلى ورشة للألبسة الطبية فكرة كانت بدايتها صعبة إلى أن اندماج عدد من الحرفيات في المشروع جعل هذا الأخير نموذجا بمدينة جيجل نستقص مع غرفة الصناعة التقليدية اصلت بالمدير وهو عرض علي الفكرة وانا قبلت وقبلت باش نكون همزة توصل بين الحرفيات على مستوى جيجل فمن ناحية أخرى نستقت اتصلت بالحرفيات على مستوى جيجل يعني خياطات كامل ولي قبلوا يعاونونا يعطاهم الصحة وتقبلوا على شرط أنهم يخدموا في ديارهم موسيقى من هنا مرت ألاف الكمامات وألبسة طبية أخرى مما جعلها تعتمد على زوجها في نقل المادة الأولية وتجميع المنتوج ولمسة الأبناء أيضا كانت ضرورية لتلطيف هذا الجو العائلي كان اليوم اللي يخرج الزوج نتاعي الصباح ما يرجع حتى العشية وهو يدرع الخياطات باش يمدلهم المادة الأولية باش يخيطوها ومن فوق هذا عاونوني ولادي لحق يعطهم الصحة كانوا هما اللي يحسبوا ليبافات والطفلة الكبيرة حور هي اللي كانت تنقي ليبافات تنقيهم بعد الخياطة يعني ما كانوا كي يبعثونا الخياطات هي اللي تنقي عن التجربة تقول السيدة مقيدش طريقة العامل يعني ما نكتبوش يعني كانت صعبة الظروف كانت صعبة صيرتو قاعدين في الدار مع الولاد حبسوهم القرايا باش يسهل مسؤولية البيت مسؤولية انك توجد بخزوية باش يديوهل الخياطات بخلاف باش تدقني وصلت اني اديت الماشينة باش تجيني قريبة بالطياب باش نتابع اعمالي اليومية خاطر لك نترك الماشينة ونروح نخدم ماكفي نش لقط باش نوفر كمية كبيرة من الكمامات ولا من البيسة هي احدى نماذج نساء الجزائر وبعيدا عن الفيروس الذي ارعب العالم فقد كشفت كورونا على ما لا يحصى من النساء والرجال موسيقى 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 موسيقى